ومن أعظم مظاهر الإصلاح لا أقول الصلاح بل الإصلاح أن نتمسك بكتاب الله وأن ندعو إلى كتاب الله وأن ننشر هذا القرآن الكريم بين الناس هذه حلقات تحفيظ القرآن والله من أعظم أسباب حفظ البلدان حتى جاء في بعض الآثار كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه روية أن ملكاً بعث لإنزال العقوبة على أهل العراق في ذلك الزمان الغابر فلما اطلع عليها قال كيف وفيها كذا وكذا يعني ذكر ألوفاً من حفظة القرآن ممن يحفظ القرآن فرفع العذاب عنهم بسبب هذا الله أكبر ولهذا قال الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين سمهم الله مصلحين يعني إذا قاموا بكتاب الله ونشروا كتاب الله بين عباده بحلقات التحفيظ ومراكز التحفيظ وتفسير كتاب الله وترغيب الناس في القرآن الكريم والقيام بالقرآن الكريم في بيوت الله ثم بإقامة الصلاة وأقاموا الصلاة البلاد إذا انتشرت فيها المساجد يرفع منها الأذان ويجتمع الناس يصلون فيها فبهذا يحفظ الله تعالى البلاد مهما وجدت الفواحش والمعاصي والخبث لكن هذه الصلاة هي عمود الإسلام ومدام المجتمع فيه هذه الصلاة فالمجتمع على خير بإذن الله وإن كان الأمر يحتاج إلى زيادة خير ودعوة حتى ينتشر هذا النور والله هؤلاء أهل الفواحش والمعاصي والله مساكين في الدنيا يعيشون أتعس حياة في الدنيا يعيشون حياة البعد عن الله حياة الوحشة حياة الضنك والضيق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشر يوم القيامة أعمى أين هذه الحياة؟ حياة الشهوات حياة حيوانية حياة تافية ليس فيها رقي في الحياة ليس فيها معرفة بالله ليس فيها السجود لله ليس فيها محبة لله ليس فيها اتباع لرسول الله ليس فيها أخلاق ومبادئ وقيم فيها المصالح الشخصية فيها الأنانية فيها الشهوانية والحيوانية هكذا يريد الناس أن يعيشوا فالناس هؤلاء مساكين والله يحتاجون إلى دعوة حتى ينتبهوا من غفلتهم اقترب للناس حساب من في غفلة معرضون فإذا كثر هؤلاء أهل الخبث هم يجلبون على أنفسهم وغيرهم سخط الله عذاب الله فما لنا إلا أن نتمسك بكتاب ربنا وبديننا وأن ندعو إلى الله تعالى ندعو إلى دين الله خاصة في هذا الزمن الذي يتمسك بالسنة يتمسك بالدين ويدعو إلى الله كم يكون له من الأجر عند الله تعالى في الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر هذه أيام الصبر قال للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر خمسين منكم قال يا رسول الله أجر خمسين مننا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم صحيح الواحد ما يدرك منزلة الصحابة لكن هذا من باب معرفة أو من باب الأجر العظيم لمن يتمسك بدينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر فبالعكس الإنسان عندما يعيش في مثل هذا الزمان يتفائل بالخير ويشكر ربه لأنه إذا ثبت في هذا الزمان وقام بهذا الدين يكون له هذا الأجر العظيم أجر خمسين منكم بعض الناس الآن يقول ما هذا الزمان الذي نعيش فيه زمان فتان وزمان شهوات وكأنه يتسخط على حاله ويتسخط على ربه الذي أوجده في هذا الزمان لا بالعكس يا أخي أنت تعيش زمان أنت مسكت فيه بدينك كان لك الأجر العظيم أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنه ماذا تريد فإذن هكذا يبتل الله تعالى عباده بما يشاء فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه اللهم يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين